أكيد عبر فوشة بدي رحب الموسيقى العالمي جيمان أهلا وسهلا فيك بسوريا بعرف قد تحب سوريا وحلقتك مع الجمهور السوري خبرني اليوم حماسك لهذا المهرجان وشفنا كتير اليوم دعاية حلوة وشفنا اليوم عدد كبير من الجمهور متحمص لي حضرك يعني أول شي بقول أنا كتير مبسوط موجود بسوريا هي سوريا بحد ذات وقت يكون عندي حفلة بكون مبسوط كيف تكون مش مبسوط ويلي عاملين الحفلة هني أصحاب الأقلي وإخوة الأقلي أحمد وبرهيم وكل الشباب الزغيبة فأكيد كتير متحمص اللفل تبع البرودوكشن سنة على سنة عم بيصير لفل عالمي ولفل هلأ حتى فيني إيقلك أنه لفل أوروبي فأنا كفنان بنبسوط تكون على المسرع وعطيكون عندي كل المستلزمات لأقدر فرجة فني بطريقة مصبوطة هايدي كانت مشكلة صغيرة بسوريا الي اليوم عم نشوفها حصارت على أعلى مستوى فبالعكس سوريا رجعت ومش هلأ صار لفترة طويلة وأنا بنبسط مبسوط أنه كذا مرة جيت ورح ضلني إيجئ زال الأرض واخرنا كان في عندك تكريم ببيت الدين وكان هذا تكريم حدث كبير للصحافة خبرني عن شعورك بهذه التكريمات وقداش هي اليوم تعطي دافع حلولة للفنان لك التكريم هو أكيد كتير مهم وخاصة وقتها يجي أول تكريم كان من وزارة السياحة بشخص وزير السياحة يلي كان موجود وثاني شيء اللي تكريم كان كتير كتير مهم لألي وكتير تأثرت فيه هو تكريم من مهرجانات بيت الدين يلي بأربعين سنة أول مرة بيعطوا العباية لحدا كانت سادس مرة أنا عم بعزوا في مهرجانات بيت الدين وهلأ عبركم بقلكم أنه سنتجي كميرا حكون مهرجانات بيت الدين إذا مش بليلتين بي ثلاث ليلة فهو أهم شي هو محبة الناس وأنا كل شي بعمله بعمله لجمهوري الكبر معي يعني جمهوري ما مش خلق اليوم ببلش يسمعلي جمهوري بسمعلي من ثلاثين سنة عم بسمعلي لليوم وكان بعمري وهلأ بعضه وعم بيكبر معي فبس أكيد هذا التكريم أي نوع من التكريم بيعطي الفنان إذا بدك بيحمل الفنان مسؤولية ليكمل ويضلي يسابر وبيعطي دافع كتير حلو فجأتني برأيك بالزكاء الصناعي يعني اليوم أول مرة كتير انت قادت طالته اليوم أنت كنت عكسي مكان الشي اللي عم نسمعه شو انطباعك أنا مع التطور بالنهاية بدك تفهم أنه الإنسان هو الخلق الزكاء الاصطناعي مش الزكاء الاصطناعي خلق الإنسان وأنا عم هيونست يعني ما بعرف كيف بترجمة بس بأمن بالإنسان وبأمن بالشي اللي بيخترعه الإنسان وبقل لك أنا كفنين أنه زكاء الاصطناعي رح يحسن إذا بدك تكواليتي أوف لايف يعني عيشة العالم خاصة بالطب والهندسة وبالرياضيات وهيك بس أكيد العظماء رح يضلوا عظماء والمبتكنين رح يضلوا مبتكرين وهذا الشي ما فينا بحياتنا نلغيه موهبا ما بيعرف الجمهور عنك ممكن تخبرنا موهبا ما بيعرف الجمهور عنك موهبا ما بيعرفوه عني بركة بيعرفوه وأنه بحب كرة تسلي كتير وهذا بركة أنا بخلي شبيبة نادي الوحدة هنا يقولوا لك أنا كان إليه إيد بانتصار نادي الوحدة هالسنة فهذا شي أنا بفتخر فيه كتير بيقف ببتضي وقت فراغ يعني لأما نشوفك إنشي غلط وسفر بتخبرنا سر كيف تضي وقت فراغ ما يعني ما عندي وقت فراغ لك بصراحة ما عندي وقت فراغ بجرب قد ما فيه أرجح لبنان لتشوفوا لدي شوي بس أنه ما عندي وقت فراغ يعني هلأ بشهر أب واحدة وثلاثين نهار عندي تقريبا سبات عشر حفلة سؤال جديدك وهل راح يجمعك شي مع النجمة نسي عجرم هلأ مع النجمة نسي عجرم عندي حفلة بي ثلاثة أب ونحكي بوقتها نحكي بوقتها تانكيو